انت انت استسنائي مش زي الباقي زي في بكرة وباصس لبعي انت مش هاد عادية الناس خلاصية مفيش مالة وبعد التقليل انت اللي لمعت النوجو بتبقى نفعني انت اللي كل ما فيك بيقويت بيعليك انت اللي عمره ملاحظة خات انت اكتشاف ويمن يقدر عليك انت احلى حاجة فيك قلها انت انت استسنائي مش زي الباقي زي في بكرة وباصس لبعي انت مش هاد عادية الناس خلاصية مفيش مالة وبعد التقليل بطلنا البطل الكبير الاسطورة اللي عمل انجاز استسنائي ده في الدائم اللي بسعد دايما بتواجده معايا السباح المصري البطل محمد الحسين العبر بحر المانش مؤخرا محمد مشرف ومنور وحشني جدا اخبارك ايه تمام الحمد لله ايه الانجازات دي انت كل ما بتيجي هنا بيق معاك بطولة معاك انجاز بس الانجاز المرادي كبير اوي في عرض صح صح كده ايه لا ما انت لازم تتحكي لي كده بقى بالراحة وناخد وندي مع بعض انا فاكر في 2017 انت جيت وقلت حاجة مهم اوي 2017 انت لم توفق انك تعبر البحر المانش قلت ايه وقتها ايه 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 اول سالة نكتة عائزة اولا لكل الناس ايه نكتة ضعفنا الكبرى هي الاستسلام يعني بيعلمنا بيتسلمش بيكون عندنا التحدي والاصرال والعزيمة عشان نروح لهدفنا ومن 2017 كنت وانا كنت بوعد لكل مصريين لانا عمل المانش تاني بفضل لبنا عملت المانش تاني الحمد لله وانا نفست كلمتي اهو لكل مصريين صح دي اول رسالة اول رسالة حلو تاني رسالة انا بهدي الناصل بتاع المانش لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان لولا فخامة الرئيس مفيش حد يدعمنا ورا يشجعنا انت كل الناس دعمتك اه طبعا تخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريمه ليك ودعمه ليك وكلنا كنا وراك وكل الناس كايت وراك يا محمد عشان انت شاطر وبطر والناس كلها بتحبك صح كده؟ صح صح كده؟ صح طيب احكيلي بقى بكس كده بقى وتعني مش مع بعض واحدة واحدة ازاي بدأت العملية دي؟ ازاي اشتغلت على نفسك عشان تقدر تعدي المانش؟ اولا حاجة لازم اعرف عن نفسي الاول يلا انا اسمي دلوقتي سباح محمد الحسيني للعابر المانش كان اسمي سباح محمد الحسيني المراقب سباح المانش دلوقتي هتكلم عن كست كفاحاتي يلا وانا عندي ست سنين بديت اتضلب سباح واشتربت في بطرات كتير وانتخلت تلات بطرات دولية في غلاء تلات بطرات دولية اللي نظمها كابت الخير الشربي وجاب كل سباحين من كل العالم كابت الخير الشربي هو نظمها وروحت كناعة سويس وكمان في الوقت ده في الوقت ده كابت الخير الشربي شافني ان انا سباح متميجز وشاطر اخترني اقوم بمحاولة فردية لعابر المانش وروحت كناعة سويس فرد عالم مصر وزنه تن وربح وعمت به خمسة كيلو سباحة ده يوم افتتاح كناعة سويس جديدة ماشي وعالم كان وزنه تن وربح وعمت به خمسة كيلو سباحة كده رحت لمتخب مصر لبطولة عالم في اتاريا في فرنسا 2016 واشتركت في ثمان سباء اساسيين واربع تتابع وكنت اصغر سباح في بطولة دي وكانت كل يوم تدريباتي يعني عملنا معسكر مقفول في غلدقة تال سنين بتضرب في الغلدقة كل يوم بتضرب خمس ساعات في الساعة 3 كيلو وبتضرب في اي وقت صبح بالليل عيس الفجر بقى بخبش هو واسك في المدرب كبتا خير الشالبي هو واسك في الربنا لغات معمت 36 كيلو طول المنش الله ايوة كان مرة اعملتهم تلت مرات في 11 ساعة متروسة ثلاث مرات في 11 ساعة اه قبل مسافة بريطانيا سفرت بريطانيا واتمرنت في البحر بتاع المنش ايوة اغدت على البحر المنش قبل يوم المحاولة كانت يوم الجمعة بديت المحاولة يوم الجمعة واحد شوية عملت 17 كيلو في 7 ساعات متوسطة وده كان عندي 17 سنة كانت محاولة فردية بس عملنا بس عملنا تاني محاولة عبور المنش تاني لكن معينا فريق التتابة كان معينا عاقة ذهنية معاقة حركية وسوي عاملين فريق التتابة هايل وقبلتنا كل صعبات زي ايه؟ في البحر المنش زي الززال والدوامات وطيارات وبرودة المية ساعة وبرودة المية ساعة والانديل الصغيرة دي صعبات هي قبلتنا بس احنا كلنا مصمامين اللي احنا نوصل لهدفنا زي الززال ده عبارة عن ايه؟ من بحر الشمال مع مهيط ايد اترنتي بيجيبو زي الزال كنك بتسحبك كله تحت بس انا نتقومتها بس الحمد لله وفاضل لبنا عند أربار المنش ووصلنا للسياحة لفرنسي هايل كم دفقت ديه بقى؟ في مرة دي عمناه أربعة واربين كيلو أربعة واربعين كيلو فادي وقت وعدنا دقتين واثناشر ساعة اثناشر ساعة ودقتين اثناشر ساعة ودقتين بالزبط قمت أربعة واربعين كيلو في اتناشر ساعة ودقتين غالبا لما باجى تمشى ربعمائة متر يا محمد بتعب ربعمائة متر مش أربعة واربعين كيلو قم ده إنجاز تاريخي انت فاهم؟ انت فاهم إنه إنجاز تاريخي انت فاهم إن احنا كمصريين أو كناس تمام؟ وانت بتحكي الكصة دي وانت متأكد الناس هو بتتفرج بتقول هو ازاي عمل كده؟ هو ازاي قدر يعمل كده؟ طيب انت حاجت لي قصة الكفاح وازاي اشتغلت؟ أنا عايز أكلمك في حاجات شوية نفسية وافهمها انت ما حصل لكش أبدا حالة يأس وقلت لأ أنا مش هقدر بعد 2017 قلت لأ أنا مش هتيه معايا بالصراحة؟ بالصراحة قال أنا عندي تحدي عندك تحدي وعندي أصرار والعزيمة يعني كده عندي كفاح كفاح كبير وعندي أمل كبير قال أنا حامل حاجة المصري في المصر وعرفة على المصر لفوق ممكن تقول لي إيه ده؟ ده أنا كنت فغير ده بتتضرب بتتضرب؟ اه دي كان عندي 17 سنة سعادة بتتضرب دي محمد الفردية العبون المنصر دي كان عندي 17 سنة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم كريوم زي ما قلت لك بضرب خمس ساعات في الساعة ثلاثة كيلو مضرب خيوات زي ما قلت لك صبح بالليل عايز الفاكرة طيب خبص صواسك في فرابنة وواسك في مضرب بتاعي هتقولنا يا جماعة السؤال اللي كان بيجري فيها دي تاني لو سمحتوا بعد اذنكم انت في اي لحظة من اللحظات وانت هناك انت روحت الاول انجلترا مزبوط بريطانيا البداية البداية كيف في انجلترا ونهيت في فرنسا بالزبط صح اعطى دي في انجلترا قبل ما تنزل مفريق التتابع احكيلك من اول البداية من جاي بردوفر جاي احنا بدينا نحاول اصلا مفريق التتابع ساعة ثلاثة الفجر في الدرمة مخفتش مخفتش عشان عارف طريقي فين عارف طريقك فين اه عارف وكملت عادي مخفتش مخفتش خالص اه بس كان فيه ظروف صعبة وظروف الصعبة دي كان ممكن في النص تخليكوا تحسوا انه لا احنا مش هنقدر حد فيكو كان بيقول التاني لا احنا مش هنقدر فكان التاني بيحفزه احنا كلنا بنحافز بعض ونسجع بعض عشان محانش يأس ولا يستسل لا احنا في كتف كتف كون مسان بعض ونحافز بعض عشان المحاولة تنجح طب انت حولك فقا وعدت بحر المانش قل لي ايه الناس برده عشان تفهم يعني هين تعدي بحر المانش ايه حجم الانجاز ليه هو انجاز كبير هو المانش انتجاب العفرزط مفيش اي حد يورن فيها اصلى عشان كده انتعبنا والتهادنا عشان ننصد الى هدفنا وعملت كده وعملنا مش حاجة سهلة حاجة صعبة حاجة صعبة أنا عايزك تأكد على دي إن هي حاجة صعبة جدا الناس بيقولك أنت أنا بعرف عون ممكن أن أنزل أنا عون في بحر المنش عادي دي حاجة صعبة جدا مين بقى كان بيساعدك يا محمد في القصة دي في التمرينات كل الناس يعني عايزك تقولي كل الناس اللي خلوك توصل للمرحلة دي عشانا متأكد أنك توصل للمرحلة دي أنت محتاج ناس كتيرة تساعدك سواء أنا عارف أن والدك بيوقف دايما معاك وعارف أنه بيساعدك في كل حاجة عموان عموان اللي بيحفظوني وكمان بيخلوني أتضرب هم كل أسرتي بيقولولي خليك عندك حافظ خليك عندك ثقة في النفس وخليك وزك في رببانه ستوصل لهدفك والتكد والضرب كويس هايل هي كل أسرتي تابت معي مش بابايا بس لا بابايا وأخواتي هايل تعموا معي كتير هم تعموا معك إزاي؟ إزاي؟ هم بابايا كل يوم يوديني التمرين عشان أتضرب هم بيتعب معي كل يوم عشان كده يوديني التمرين عشان أتضرب بساعة كام؟ سالبع الفجر هم بعد سالبع بعد سامات الفجر بنزل أتضرب ماشي؟ وبعد ما خلص التمرين وأنا قلت بعمل لايف مباشر بس مباشر وأنا بنزل أتضرب بعد ما خلص التمرين بروح الكلية أو بروح الشخل هم بتروح الشغل كمان أه كلية كلية أول شخل يعني أنت بتلعب برياضة بتدرس بتشتغل بالضبط صح كده؟ دلوقتي 22 سنة 22 سنة ربنا يحميك ربنا يحميك ويحفظك هتقولنا جمعة اللقطة اللي كنا بنقول عليها من شوية دي عشان هو بيجري لفت نظري حاجة مهمة جد ماشي أيوة وقف باقي هنا وقف هنا أيوة تشيرت مين ده؟ أنا أكتوب علي من؟ محمد صلاح مرتوب محمد صلاح بトر لابس شرط بطر محمد صلاح بيمثلك إيه؟ وأجبني اللي إنت بتجري بتشير الطمي محمد صلاح أنت أسرع ولا هو؟ أنا الأسرع أنت الأسرع من محمد صلاح قلت بجامط أيوة أسرع منه في العم أو أسرع منه في الجاري؟ في لعوم في الجاري في أي حاجة أنتما بس وهو فقرة وأنت في السباح تحب محمد صلاح تصلتم مع بعض في أي وقت؟ هو الفرق بينه وبينه اللي هو في الكرة وأنا في السباح بس في حاجة لتشبهكم مع بعض أقول لك إيه هي أنت بطل وهو بطل صح كده؟ قال أنا بطل في السباحة ومحمد صلاح بطل في الكرة بس إنت أوتيل لو جلت أنت وهو هتسبقه صح كده؟ صح عشان لو عملنا التحدي ده في يوم الأيام ما تكسفني إيش؟ مش هتكسفك ولو نزل معك للسباحة كده هتكسابه هتكسابه مفهاش علاء دي مفهاش علاء خالص اللي جاي إيه؟ بتحلم بإيه في اللي جاي؟ يعني أنت خلاص التعذب بحر المنش بس إحنا مش بعناش إحنا عايزين منك حاجات تانية إنت بقى بتفكر في إيه؟ أنا في التموح اللي جاي عايز أعمل كابلي نبلي ببني جزلتين في أطاريا وأنا بقول لكل مصريين لنا حتضرب كويس وحامل كابلي نبلي ببني جزلتين في أطاريا وهرفع علاء مصر تاني انت في بحر المنش بعد ما عبرته أول ما عبرته لما وصلته فرنسا من إنجلترا إلى فرنسا رفعته علاء مصر لما رفعته علاء مصر عرفنا أنت خلاص كده عديته بالزبط صح كده؟ أنت رفعت العلم؟ كلنا لفعنا العلم كلك رفعته علاء مصر ولسه هترفع علاء مصر تاني أنا بقى عايزك زي ما احنا متعودين هتبص على الكاميرا بتاعتك هنا اللي ورايا دي تمام؟ وتقول كلمتين بقى لكل الناس طبعا أنا مش ناسي عشان إذا جبت سين التمثيل طبعا أنا سمعتها في الإنترو لازم أنا كنت بمثل في مسائل اسمه قدير بابا مية وربعة هي دي اللي اهلتني لانا أروح عند الإخراج أشرف عبد الباقي مصرحي اسمي الكنيس الدونيا اه فنان في تمثيل يعني مسائل بتاع أدير ربعة مية وربعة هي دي اللي اهلتني لأخراج بتاع أشرف عبد الباقي في مسائل اسمه الكنيس الدونيا ناو تكمل في التمثيل؟ في الصراحة اه ناو تكمل؟ اه مين مسك الاعلى في التمثيل؟ بتحبه مين؟ في التمثيل أمير قرارة أمير قرارة محمد إمام محمد إمام بس طب إنت حس أنت أجمل من مين في التمثيل قول إنت أبقى لا أنا مش هقول أنا هتقول لأنا تعطين أنت هتبقى أجمل من محمد صراح في السرعة آه لما تيجي تبثل بقى هتبقى أجمل من مين بلاش هتنفسك تمثل مع مين نفسك تمثل مع مين حلو سيقول لك يلا بحقي بقى تمثل مع أحمد فاهمي ومع أمير قرارة ومع أمير قرارة ومع محمد إمام كمان ومع محمد إمام آه ماشي هتكمل من الكاميرا وتقول كلمة بقى لكل المصريين وتوعدهم بوعد الفترة اللي جاية تفتكدوا الوعد اللي هقوله لكل المصريين اتعبوا واخريك عضوكم تحدي وإثرال والعظيمة عشان تروحوا عشان تروحوا لهدفكم هي دي لسلع أنا عزيبه لفرق محمد شرفت ونورت باليوم مبروك يا حبيبي ودايما بطل ودايما رائع ودايما ما نتحلمش منك دايما نضيف عزيز هنا في البردامك أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا حبيبي لسه كمالين مع حضراتكم بعد هذا البطل العظيم جدا جدا اللي مر أو عدى بحر المنش البطل محمد الحسيني محمد الحسيني عايز يقول حاجة قبل ما نختم فضل يا محمد أنا بشكر معي الوزير الدكتور أصف صبحي طبعا اللي ساعدني وسجعني وكمان سجعني ودني الدعم ودعمني وعملني استدادات استدادات لأروح السيفة لبريطانيا وعملت وعملت كسف كسف الرياضة كسف التبي الرياضي وبشكر الدكتوره معنا طبعا وبشكر كمان الدكتور خارت طبعا سرور طبعا طبعا ودكتوره جميلة طبعا فلسل ما أشكرها طبعا طبعا يا حبيبي وأنا بشكرك عايز تشكر حالتاني صراحة أنا بذكر كمان برضو مصادر الإنساء طبعا بذكر فخامة الرئيس طبعا عبدالفتاح السيسي طبعا اللي هو عاملنا كونين الأعاقة والدمج وسنة كاملة سلي هونرت سيكسفونف دايس اللي هي حتاجية الخاصة صح وكمان عاملنا دمج في حاجتين أهم دمج في الدراسة جبت السبعة وتسعين وربع في سنوية عامة ودخلت في كورية إداب مجامعة عن الشمس سنة ثالثة كسم علم التماع وكمان عاملنا دمج في الشغل أنا بشتغل لا أي حد بشتغل المعين للوزير دكتور أشرف طبحي عينني المناصق والموزيع لسؤون الاحتياجات الخاصة المناصق والموزيع لسؤون الاحتياجات الخاصة فيه مصادر سبابوريادة إيه أنت موزيع؟ أه أبقى من برنامج اسمه باطن يوسف واسمك حدي حيل ويكلم عن الزمالك مستشرفة فضل أنا نضيف الفقرة اللي جاية كابتن إسماعيل يوسف أسطورة منتخب مصر عارف كابتن إسماعيل يوسف؟ لا الكابتن إسماعيل يوسف ده من الأسماعي الكبيرة بس إنت عش أنت أهلاوي صح؟ عارف أنك أهلاوي صح كده؟ صح كابتن إسماعيل يوسف ده أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر أنت بتقوم أكيد يامد بس هو بقى كلعيب كرة حريف أوش تمام؟ تمام قدم لنا بقى كابتن إسماعيل يوسف الفقرة اللي جاية ميز استنوا كابتن إسماعيل يوسف الفقرة الجاية فضل أنت قدمه دلوقتي معانا دلوقتي الموزيك الأمل الكبير مستاذ يوسف كابتن يوسف ده نجم وسط نادي الزمالك الأسطورة أسطورة الكرة نعرف أهو أسطورة الكرة أصلا نستقبله بقى انت عارف أهو نستقبله بقى نستقبل منوح نستقبل الكابتن الكبير كابتن إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأصبك بعد هذا الفاصل خليكم معنا انت انت استزدائي مش زي الباقي شايف بكرة وباص سلبعي انت مش هاد عدية النوس خلاص ليا مفيش منا وبت التقليل انت اللي لمعت النوجو بتبقى انفعني انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك انت اللي عمره ملاحظة خات انت اكتشاف ويني يقدر عليك انت احلى حاجة فيك قولها انت انت استزدائي مش زي الباقي شايف مكرة وباص سلبعي انت مش هاد عدية النوس خلاص ليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا